نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة التاسعة عشرطة لحرقة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالع وخلال كلمته بالقمة أكد شكري أن مصر تدعو لتمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية